قد تتكركت على خلال قد تسديد من بعيد ويباقناك في المباراة السلام عليكم اصدقاء ورحمكم في هذا الفيديو ستحليل المنطقة الامريكية و جميع المنطقة المغربية في الأولمبياد هذا الفيديو سوف تأكدو عن ما يمكن أن تتوقع من المنطقة الأمريكية ضد المنطقة المغربية على الأمور التي ستعرضهم من الألبان و الأمور التي ست belangrijk على المنطقة الأمريكية في المباراة فلنبدو على بركاته 433 هو تشكيل المنطقة الأمريكية في حالة الاستحواد من خلال الجوجة المشاهد التي تشاهدون خلال الجوجة المباراة في المنطقة الأمريكية في الأولمبياد وهنا نأخذ واحد من سدد منطقة غينيا ففي حالة هذه نفس التشكيل 433 في حالة الاستحواد الأضيار يحتوي بهم مع الخط الخلفي وهنا العداف هو أن يسحبوا الأنظار للأجنحة الخصن ففي حالة هذه نرى أنه الخط الوسط الدفاعي يستقبل الكرة ويكون عارفة أنه سيتلقى واحد ضغط من الخلف وهنا اللعب اللاكس كلاب الكرة في تيجاد السام الأحمر حكم أن اللعب الخط الوسط يسحبوا لنا مع الكسور الفريق المريكان والجناح يسحبوا لنا مع الضائر وهنا الصاني الألعاب يتقدم بالكرة ويزدوا بالكرة هنا دائما نجد أجنحة فتحين بها من الملعب بالعرض وهنا الصاني الألعاب يكون عنده الخياض يتتمرر نحو الجناح كما تلاحظون هنا لأن الضائر يكون فضائية التي هي طايفة ويجب أن نرده البن مزيلا من هذه الوضعية حيث أنه كان مركب فيها في الأولمبياد وكذلك الرأس الحرب الذي يكون يعطي الخياض تتمرر هنا بطبيعة الحال يكون عنده مجوز الخيارات تتمرر طبيعة الحال نظام المنطخب الغينية مختلف تماما نظام المنطخب المغربي والتي أستطيع أن أكد لكم مع البداية المباراة في الفيديو هو أنه المنطخب الأمريكي يتم تضغط عليه فهنا يجب صعوبة كبيرة لأنه يتقدم بالكرة ويزيد بالكرة لأنه غير نفس الضغطات على المنطخب الأمريكي في اللحظة التي كانت خسرها وجدت صعوبة كبيرة لأنه يزيد بالكرة والدرس كبيرة تتمرت لهم خاطئين ويجب أنها تحتضل من المنطخب الفرنسي هذا أكد أن أكد لكم مع البداية الفيديو لأنه عندما يضغط عليهم كان يجب صعوبة كبيرة لأنهم يخرجوا الكرة كذلك في حالة الاستحواذة سنرى أنه كرة تصل لهم طوال وهناك يأتي واحد اللاعب يفاكس لك الضهار لأنه يضغط على المساحة الزميدة في أقصى أحد الأطراف وبالتالي المستقبل الكرة ويوقف في الكرة لك اللاعب الذي كان يكسلك الضهار في الأول كما يلاحظه في هذا المشهد هذه هي لقطة مبارسة واحدة ترى أنه يكيب صعوبة لأنه يوجد الضهار مسحولين مع للك اللاعب وبالتالي الكرة يتجب مع اللاعب آخر الذي يوجده نحن الأيصى الأمريكان ويوقف الكرة للتوجهة اللاعب الذي كان يكسلك الضهار ولاحظ ما يعاد سيبصل عنده قلب الدفاع معطل كما كنت لاحظه في المشهد لاحظة واحد اخرى لاحظ ما يوجد اللاعب يوقف لك مع الظاهر الايصار في الفرنسا وبالتالي كورا هي طويلة المشهد الأقصى الطرف الأيمن كما كنت لاحظه سمع عند اللاعب الآخر أكثر منطقة اللاعب والتي في الثلاث الأخير من الملعب هي المنطقة العامية على المدافعين كما كنت لاحظه في ثلاثة ديان المشهد من ثلاثة ديان المباراة المنطقة العامية على المشهد وبالنصر الطريقة أخرى يرغم لك بعض الأصاب의 التحكم لكي تجلع الإنتظار لكي تقوم بتحكم اللاعب كما كنت لاحظو ما فيما كنت لاحظو ما بين المنطقة الأمريكية تكون محاولة خطيرة هذا الموقف كذلك سنرد منه البال حيث أنه نرى الكرة حوزة للظاهر المريكان هنا الجانع هو أخذ وضعي الذي يتبه يتوزع عنده الظاهر الخصم هنا قلب الهجوم واخذ الوضعية ومشي في المكان الظاهر يتلجر عنده قلب الدفاع وصل الكرة مع الدفاع اللاعب الخط الوسط سيدخل في المساحة التي وقعت ما بين قلوب الدفاع هذا الرأس الحرب سيبريبار الكرة توجد اللاعب الخط الوسط لتخاف المساحة سنرد منه الآن لذلك الموقف لهذا الموقف تعود كثير من المنطقة الامريك طيب الامريكا يكون هذه المساحة لا ت demi في المدفاع ويمكنهم لن تستساعدين لكي يستساعدون كما رأيض إذن لاعبة لأنه يستساعدون في أنهم يستساعدون ويستساعدون في التحاول الوزيلاد وليسعون لاحظون هنا أحدث أنه يوجد حيات المنطقة بإظلاء لأينا ترى بختلف اللاعب الذين لا يرى للمدفاع هذا المنطقة الفرنسية كانوا مساعدوا لأنهم يقفضوا الـ Contra Attack في الفرنسا والهدف كانوا أنهم يطلقوا الـ Contra Attack وكذلك أنهم يعطيوا وقت بالنسبة للعبين لهم لأنهم يرجعوا ويزدوا اللاعبين الأمريكا فرقوا يتزموا بالواجهة بإزدفاعية ويجبهم يتعرفون في المشاهد المقبلة لاحظوا ما هناك في مدينة ضد نيو زيلاندا رأي الأستاذات الأمريكا لأنهم يكونوا ضدها للـ Contra Attack في نيو زيلاندا ويجب أنهم يطلقوا الـ Contra Attack ويجبهم اللاعبين على أنهم يخرجوا ويزدوا هذا اللاعب يرغب أن يكمل في الضغط على هذا اللاعب ويجب أن يدور ويجب أن يتقدم لأنهم يتقدم لأهم لأهم وليس ماله لأنهم يسترجعون الكرة فهذا المشاهد يسترجعون الكرة وهنا العدف يتحقق لإسترجاع الكرة عندما تتحقق عدف إسترجاع الكرة فهي تتحقق المراد يرجعون ويزدوا ويجبونه ويجبون لأهم بإصلاف لاحظ ما هناك في الانتخاء بنيو زيلاندا كذلك كونتراتاك عود بالنسبة لنيوزيلاندا اللاعب يجري بشكال صياد هذا كونتراتا شاهد معي السبعة المالية وهو أخطر لعب الأمريكان هو يرجع بحاله مع ذلك الظاهر الذي يطالع بالنسبة لنيوزيلاندا وأن الالتزام بالواجبات ازدفاعي بالنسبة للمنطقة الأمريكان شيء مقدس لديه في الفارق نرى هذا اللاعب يسترجع في الكرة وهنا كان يقام بشكل جديد الناد الغنية سوف نرى أن اللاعبين يحاولون أنهم يوقفون كونتراتاك وهنا من الممكن أن يتنزلوا لشيء اللاعب ولم يتبعون في الكونتراتاك كما تلاحظون هذا اللاعب بدون أي رقابة يمكن أن يصحوا عليه وبالتالي أنت كلاعب فسطة الضغط هذا فراغ استقدائك دائما تفتش على الزامن الذي يكاين في مساحة المفتوحة وتسكانه بسرعة قبل أن يأخذوا للك الكرة سيكون هذه التغرق كافية لأنك تضمع المنطقة الأمريكاني من اللذي تبقى من الضغط حيث سيكون فراغات كبيرة من اللذي ستخرج من الضغط هذا النظام الضفاع يكون على طريق 4 أو 4 جوش كما تلاحظون في المشاعات أو أحيانا يتحول إلى 5 أو 3 جوش فالجلاحة وخصوصا اللاعب لك حمر رقم 7 يرجع من الخط الخلفية ويقول 5 أو 3 جوش في بعض المواقف معينة مهمة جوش هي الأنظمة التي سنرى في المنطقب المغربي اللاعبين المقدمة يتميزون بالشراسة والضغط العالي خلال المشاعات التي نرى تلاحظون كيف تلاحظون اللاعب المقدمة الشارس مع اللاعب الغني وانتز على الكرة لقطة أخرى وانتز على الكرة وهذا تحدى من نسبة اللاعبين المغربة في الخط الأول وكذلك لديهم ميزة أخرى إذا لاحظت هنا في فضل اللقطة الكرة لا يوجد لاحظون اللاعبين في الخط الأوسط الواحد فيهم الذي يردد فعلا هو اللاعب الأمريكان كما تلاحظون في فضل المشاهد وهذا الموضوع يخصون اللاعبين المغربين يكونوا عارفين وهذا لدينا علاقة بالحضور فوق أرضية الملعب لذلك يكونوا وقفوا بتنظيم الدفاع الربعة أو ربعة جوش فهناك يكونوا مغطيين عليك المركز وبالتالي أنت كلاعبك كفارح تخرج الكرة كتبشي تلعب الكرة نحو الأديرة كما تلاحظون في هذا المشاهد مليك تلعب كرة نحو الأديرة فكي خرج يضغط عليك أحد الأجنحة ومن هناك تتطار على أنك ترجع الكرة إلى الخلف عن طريق تمريرة سلبية نحو قلب الدفاع فهذا الحالة عادة من لك تلعب الكرة سلبية توقع أنك تتعرض لضغط لي وشارس مع طريق أحد اللاعبين هذه المقدمة بالتالي تستطيع أن تتبع الأمر في تمريرة التي هي غلطة وهذا ما سوف نرى هذا المشاهد تمريرة سلبية توجه الحارث ستجعل اللاعب يضغط عليك ضغط لي وكاتف وخام الحق عن ذلك ولكن هذه الحالة ستغرض في تمريرة هذا اللاعب تدير ضد فرنسا تمريرة سلبية في تسام الأسود توجه قلب الدفاع ستجعل قلب الهجوم يضغط عليك ضغط لي وشارس كما نرى في هذا المشاهد لاحظ معنا مزومة اليوم ترى الاختلاف الذي كان في وضع الجسم المهاجم والوضع الذي كان في قلب الدفاع إذا كان هناك تمريرة بطيئة أو نقصة سألحق المهاجم راقيف كان لديهم ميزة للإستباق وكذلك الشراسة والإن دفاع كما نرى في هذا اللقطة هذا التمرير الذي توجه قلب الدفاع سأتجعل أن هذه الجانعة يضغط على قلب الدفاع لا يضطر على أن يرجع الكرة نحو الحارث وعندما كان تمرير نقصة سألحق المهاجم لاحظوا معي كيف ينتقل من قلب الدفاع نحو الحارث وعندما كان الحارث لا يوجد شيئاً فهذا يستطيع أن تسبب تمرير الخطأ وعندما يرى أنه في المنتخب الغيني بصيفة عامة لا يوجد المنتخب الأمريكي لاحظوا على أنه الخدمة الحقيقية الدفاعية سيكون لديها من الخط الأول ولا تبدأ بشكل آخر الخط الأول والذي يحدد أن تكون دفاعيين سيكون جيداًاً أو لا لذي يكون هناك سنظيم الدفاع الخمسة أو ثلاثة جوج الثلاثة اللاعبين يكونوا يحملون المناطق المركزية بالمساندة جوج ديال اللاعبين إذا لاحظت هنا نيوزيلاندا يضع لنا جوج ديال اللاعبين على لاعب واحد كما كنا نلاحظون وعندما يمكن أن الكرة تضع لديك اللاعب لأنه ليس يغطي للاعب آخر ويجعل هذا الكرة يزالي إذا لاحظت هنا سأرى أن يجعل قلب الدفاع لكي يستطيع الكرة ولكن إذا لاحظت هنا سأخرج لديه قلب الدفاع وأخرى كان لديك سلين عن طريق لعب آخر الآن هذا الضائر سيحصل على قلب الدفاع ولكن سأذهب إلى المنطسل الأمريكي الذي بصراحة دفاعياً مزياناً يعملون كأكوسلة واحدة ومع ضيق الخطوط يقوموا على إزديحة من الكرة ويربحوا اللاعبين دي الأمريكي من خلال الجوج المشايد وحدد غني وحدد نيوزيلاندا وبالتالي يقوموا على كونتراتاك الأمريكي الذي يفعلوا مع تلك المشايدات الأجنيحة كما كان لحظته في هذه المشايدة والجناح الذي سنرد من البال هو الجناح الذي يحمل رقم 7 هو أول جناح الذي يقوم بالتفاعل ويحب أن يكون قراباً من بعضهم فأيضاً يمكنهم أن يقوموا على واحدة سنائية مع بعضهم لكي يتقوموا بالكرة ويجب أن يقوموا على ضغط الموضط فأيضاً يمكنهم أن يسحبك لأنهم يجبوا سنائية مع بعضهم ويكونوا قراباً من بعضهم فأيضاً اللاعبين الذين سنردون في الكونتر فأيضاً سنردون من البال فأيضاً سنردون من البال أولاً قبل أن نحفظ هذا الموقف فأيضاً سنقوم بعمل واحدة أعداد لكي ندافعه بثلاثة اللاعبين في الخلف مثلاً لذلك التحولات في المنطقة الأمريكانية أنا أيضاً نضيف أعدادهم دائماً يجعلهم المباراتات فرضية فبالتالي اللاعب المغاربة مطالبون بأعمال التي ستكون فرضية سأرى أن كل اللاعب ملاعب فبالتالي كل اللاعب مغربي سيجعلهم المجهود فرضية لأنهم يكونوا مزيانين الهجومية وهذا ما يتفرض علينا أمريكا من خلال النيضان وهذا ما يبقى من خلال اللقطات ومن خلال المطاقات التي تلعبه إضافة لأنه تساكدت دائماً يجعلك تلجأ إلى تسديد من بعيد وهذا ما يرى في المباراة نوزيلاندا تلجأ إلى تسديد من بعيد كذلك لدينا غينية تلجأ إلى تسديد من بعيد كما رأينا تلجأ إلى تسديد من خلال اللاعب فرنسا تلجأ إلى تسديد من بعيد ومن خلال تسديد من بعيد كما تلاحظوا في هذه المشاعر ومركز من خلال الكورة التابتة حتى الكورة التابتة يجب أن يكونوا جيدة فيها اللاعب المغاربة إضافة لأن أمريكا مزيدة في الكورة التابتة هذا اللاعب حمرا قمت سعود مليسا من الكورة فراء لا يخص الظاهر أو اللاعب لأنه دائماً يموى به في هذه الطريقة هذا اللاعب يحمر أقم سعود دائماً مرى وغزال ويكونوا في العمق الملعب ويقوم بأسيستات أو تسديدات يعني اللاعب اللاعب يكون عارف ويكونوا جيدة في العمق الملعب يجب أن يشد العمق ويكونوا ضعيف في الشرطة لأنه لا يوجد القدم القوية أو القدم اليمنى لكي يدخل الكورة وفي الخيطة من المنطقة المغربية يحفظ النظام الدفاع ضد المنطقة الأمريكية خصوصاً من المنطقة العراق ويحفظون جيداً ضد المنطقة الأمريكية والأمور اللي سوف أرى في فصل المبارث لأنه المنطقة المغربية تتعمل يومين يومين ويجب أن تكون صعباً أن تقوم بشكل تحليل خصوصاً بشكل تحليل المنطقة الذي قبله سوف يدخل الوقت بعد الفيديو كاميرا سوف يدخل الوقت نتلقى في حلقات المقبلة إلى اللقاء